عسلمة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لا فيه كيف ما تعودتوا في كل يوم عن أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة اليوم باش نحكيه بعض الاعتداء على مدرب الأفريقي اللي رينيه يوم أمس وشدت ضربة في راسه وانسطر الله الحمد لله بالحجارة القضاء يدخل في هذه الكارثة أذين الدنيا بالعمومية بالمحكامة الابتدائية ببيجا بفتح الأبحاث اللازمة بخصوص أحداث مباراة ندي الأفريقي والأولمبي البيجي في ملعب بجمعة الكميتي ببيجا وإصابة مدرب النادي الأفريقي مع الإذن بفتح بحث بخصوص ما ورد من تسريحات إعلامية صادرة عن المدرب المساعد ومسؤولة بالأولمبي البيجي حول ملابسات المقابلة التي تم إيقافها أمس بقرار ميناء الحكم ووفق ما أكده مصدر قضائي لمزاييكا فإنه على إثر إصابة مدرب النادي الأفريقي صعيد السيبي تم تعهيد فرقة الشرطة العضلية ببيجا بالأبحاث اللازمة حيث تقرر الاحتفاظ بشبه على ثمة البحث بعد أن أفاد عدد من الشهود بأنه هو الذي رشق مدرب الافريقي بميدة صلبة مثل الحجارة ومن جهة ثانية تقرر فتح بحث ثاني لدى الشرطة العضلية ببيجا حول ما أدل به المدرب المساعد ومسؤول من الأولمبي البيجي حول كواليس المقابلة والاتهامات التي واجهها إلى مسؤولين بالافريقي حول شبهات محاولة الارتشاء وغيرها والإرشاء من الاتهامات حول القوة بالله معنا تحبوا يعطيهم رشوة باش هما يخبيوا عليهم الكارثة اللي صارت ربيش فيه ويحميه ترجمة نانسي قنقر